أنا أبنائي ثلاثة كل واحد في سجن المنتصر بالله في سجن رامون في الجنوب في النقب أكثر النقب غيث الله في سجن مجدو عمر في سجن الجلبوع وإم المنتصر في سجن نيفيترتسا في سجن جنائي في عزل هي وأختنا أو بنتنا يعني كانت بناتي فاطمة شاهين من مخيم الدهشي بنت مصابي ومقعدة أوضاعهم يعني الصحيح لهم حوالي عشرين شهر ما فيش حقد المخابرات والنيابة العسكرية عليهم حقد كبير جدا وأوكلنا لعمر وإمه يعني محامي من أكبر محاميين دولة الاحتلال وعمرا وقدرة أو يعني خبرة نتفاجأ من قبل ثلاثة أيام أنه بيقول أنه طالبين لإم المنتصر خمسة عشر عام على عدة تهم ولا عمر إم أبد طبعا هذا ما كان يكون نيابة في الأول كان يقول إم المنتصر ثاني ثاني ونص وصار يزيد النيابة يسبب حقدك النيابة أنه مش يوغل حق ولا باطل مع النيابة طبعا هو بيقول هيك طالب النيابة طالبيت لهم ها آخر إشي المرأة من المنتصر يعني ذهبت كبل ثلاثة شهور طلبة من الأسيرات أن تذهب أسيري إلى سجن عيادة عيادة في سجن رملي أو سجن في عيادة الرملي في مستشفى الرملي لا يساعد إن بنت كانت مصابة ما لهاش عشر أيام طالعة من أو كانت مش طالعة من المستشفى بعدها بكت العيال المكثفة بدأت دخلوه على عيادة إلى حالها فلم تقبل أي أسيرة بنت أو امرأة يعني تزوجي أم إلا أم المنتصر ذهبت لأيام تساعدها وتفاجأت إنها البنت يعني مشلولة ومقعدة وقايمينها فقرتين من ظاهرها وكلي من كلاها وإم المنتصر قامت بواجبها يعني كأحد إحدى بناتها وظلت في العيادة تفاجأنا من عشرين يوم إنهم يمكنوها على سجن اللي هو سجن الجنائيات طبعاً هم أوعدوها أنهم يعملوا حمام في غرف أحدى غرف سجن الدامون النساء ويعني جهزوا مشان البنت هاي المصابة فما أطلوا اليوم وبكرة اليوم بكرة أغذوهن على أول مرة على سجن الجنائيات الإسرائيليات فإن منتصر رفضت قالت سأضرب عن الطعام والدواء والماء حتى الموت إذا ما تعيدوني إلى الدامون أو إلى عيادة الرملة بعد ذلك يعني بعد ست ساعات رجعوا على عيادة الرملة قعدتها أسبوع ردوا رجعوا قالوا لها بس أسبوعين أو أكل عبين لن جهز الحمام والغرفي اللي في الدامون شان ترجع عنده والبنت فاطمة عسج الدامون وما زالت هاي الهبيجة عشر أيام أضربت عن الطعام وعن الدواء يومين ثلاث تأجوا المسؤولين المخابرات فرجوها صور الغرفي وهم يشتغلوا فيها يعني ببلغات وجهزوا وقالوا لها خلال أسبوع بترجع على الرملة هسا اليوم اتصلت حوالي دقيقتين فينا قالت بإذن الله من هالا يعني يومين ثلاثة يعني ننكلونا عن رملة وفكت إضراب عن الطعام حوالي قبل يومين أو ثلاثة أيام كانت يعني مضربة عن الطعام وعن الدواء هي وفاطمة وتضامن معها يعني الحركة الأسير شباب في سجون شباب المرضى في عيادة الرملة جميعهم عملوا رجع وجبات وعملوا وقف احتجاجي وأضربوا كسمهم عن الطعام منهم سامر أبو دياك وشاب من دار طبنجة من طول كرم وجميع الشباب المصابين المرضى وحر الحركة الأسير في داخل السجون رجوب أبو العبد الرجوب والحركة وقفوا معاهن ومع ابن منتصر في سجن رامون وأبلغوا إدارة السجون أنه يعني إذا لم يعني تعودوهن إلى الدامون سنكون باحتجاجات وإضراب شامل إذا لم يعني تخرجوهن إلى سجن الجنائي اللهي أنا إذا يعني لأ أخفيك أنا الصحيح ووضعنا مشتتين إحنا أنا عايش بيت أنا لحالي ابني عايش لحاله وبنتي كل وقت عند أخوها بنت زيار عمرها يعني مش موفي 16 سنة وأنا يعني معلم بعد دراس عملي بظن في هالبيت بخرج على المدرسة البيت للمدرسة وما أفتقد كل شيء الصحيح يعني كل الإشي يعني في الشيء ولادي ما فيش إلا واحد مشغول بحياته واحد بإسرائيل وهذا وقت زيار مصاب مضروب في إجره من قبل جواسيس أطلقوا عليه النار قبل سنتين مشكلة شافع عائلية ويعني كل واحد عيش لحاله وإحنا صابرين ومحتسبين يعني تستنى الفرج من رب العالمين نأمل أن الله ربنا يهونها عليهم وعلى الأمن المنتصر وربنا يفرج عنه وعلى جميع الأسرة والأسيرات